أهلا بكم أعزائي المشاهدين مولانا لما نرى الحكم العطائية وما في هذه الحكم من كلمات موجزة وموجزة بمعنى أنك لا وإحنا بنقول الحكم رازم نقولها بمعنى لا بنصها الجميل وكلمات كثيرة كلام للإمام علي المال في الغربة وطن والفقر في الوطن غربة كهذه الكلمات الشريفة نهج البلاغة في كلام الإمام علي للشريف الرضي ده موضوع دعنا نتساءل هل هؤلاء هم الحكماء؟ ولماذا كان هذا الأمر متوافر بشكل كبير جدا في شيوخنا من أقطاب التصوف؟ نعم هي الحكمة طبعا لا شك أن هذه الحكم مثلا كحكم من أعطاء الله أو سيدنا علي رضي الله عنه أو غيرهما ورد أيضا على لسان سيدنا أبو بكر وعلى سيدنا عمر والصحابة وطبعا في وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم ووصايا القرآن ما هذه حكم لذا الأصل بعد أحنا بتكلم نعم بالأصل نعم بالأصل نعم بالأصل نعم بالأصل يعني نعم منازلات منازل منازل منعطاء الله رضي الله عنه سارة فيها في مجهداته وسلوكه إلى الله تعالى هذه المنازل عندما يكون الكلام ثمرت مجهدة ثمرت عمل ثمرت مجهدات قلبية يكون له تأثير يصل إلى القلوب ابن عطاء الله مثلا كان عالما فقيها من علماء زمانه وكان مخلصا في عمله ولكنه بدأ سلوك الطريق فأول حكم عنده إيه من علامات الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل ليه الناس هلك إلا العالمون والعالمون هلك إلا العاملون والعاملون هلك إلا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم هو كان فقيه من العلماء كان من العلماء زمانه المعددين وفوق هذا العلم كان عاملا بعلمه وكان مخلصا في عمله لما بدأ الطريق والمخلصون على خطر عظيم بدأ من مقام ده تمحيص الإخلاص العمل القلبي هنا بدأ يمحس إخلاصه يختبر إخلاصه فلما اختبر إخلاصه فوجد إن إيه إن مش يكفيه العلم ولا العمل ولا الإخلاص فقال إيه من علامات الاعتماد على العمل من علامات اعتماد على عملي إيه نقصان رجاء في الله عند وجود الزلل عندما أقع في خطأ من علامات الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل عندما أقع في خطأ وبينقص رجائي في الله لأننا معتمد على عملي رغم أننا مخلص فيه لكن تمحس الإخلاص خلوه ليه لأن تتخرج من رؤية إخلاصك إلى رؤية الله فتعتمد على الله لا على عملك فقادي القضية فإذا بتجد لها مذاق عند أهلها ليه لأنها نتيجة مجاهدة فبقت حكمة نتيجة سلوك فالأولياء وصلوا إلى ذلك لأن هي الحكمة منزل من منازل السلوك فتخرج التعبيرات معبرة عن الواقع بتاعه عن الحال الحقيقي اللي هو ده حال حقيقة تحقق بها في سيره إلى الله تعالى وهكذا بعد كذا أم إيه عمل يأم يترقى تاج الحكمة اللي بعدها مترتبة وهكذا ولذلك الحكم دي بتعبر عن أسرار وعن علوم وعن نفحات نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها يعني جانب كبير فيها العلم الوهبي نعم العلم اللدني نعم طبعا يعني لبدا أن يدرك الإنسان هذا المعنى لأن الموضوع يعني حينما نعرضه على علماء أيضا ولكن علماء يعني في علوم أخرى في علوم الشريعة ولكن ليست لديهم هذه القدرة أو ليس لديهم هذا هذه الحكم علم يأتيه منور بنور القدس نور العقل المنور بنور القدس نعم الموضوع هنا مهدد أ